سائل بيسأل في واحد جاب لهدية وبيطلب نبيها وهل ينفع اخذ العديات بتاعة العيال اللي لموها من خلالهم وعممهم الباب ده كله اسم باب الهبة الهبة نوعان هبة على عوض الهبة على العوضية لازم تردها حرام عليك ما تردهاش قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء حق بهبته ما لم يسب عليها وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شرطهم طب ايه المسال ايه الهبة على العوض وانت قدت في فرحك الناس قدت ديك نقطة فرح ابنك لازلت نقطة مراتك قدتك الدهب عشان تتجر به وتحسن مع الشرطة روحت انت واخد الدهب وتجوزت بي واحدة تانية ساعتها لا يجوز لك اللي ترجع لها الدهب الاول لان انت لم تسيبها علي حسن المعاشرة جبت لها واحدة فلا يازم عاوز تتجوز تتجوز من فلوسك نتجوزش من فلوسها النقطة اللي ترجع طب الاولاد خل الاولاد ادالهم متين جنيه عشان المتين جنيه دول انت عا تديهم لعياله فبالتالي انت معكش متين جنيه فيا جزك نكلم العيديات دي وتروح تسدها لصحابها مدام انت مزنوق فيها وده مش رضي هبة والحيب طب السؤال طب ايه نوع التاني هبة على غير عوض واحد ادالك ألم واحد ادالك فلوس ده لو طلب هديو تاني تقول لها مش عديها لك لان النبي قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئة وما فيش عرف ولا فيه شرط ان الهبة دي ترجعتين الهبة بنام خدتها امراضة جديدة جدهب وانت مجوزش عليها وتقول لك عاوزة دهب يقول لها ملكيش عندي دهب العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئة طب لو ظلمتها رحت ضربتها وطلبت دهبها ليحق قولوا قولي هذا واستغفر ليولا لتعرف التفاصيل والادلة وتحقيقها ننصحك باقتناء هذا الكتاب فانه ثروة ففيه كل ما تحتاجه لاتقان فقه البيوع والمعاملات المالية وهو بسعر التكلفة اي بربع سعره قناة يوتيوب مدرسة احمد حسني سائل بيسأل بيقول انا اشتغلت مع ابويا وكان عنده عربيت نقل واحدة بس وفضلت انا وهو نتعب ونجاهد ونمضي لحد ما بقنا عندنا ست عربيات اتناشر عجلة وبقى عندنا حاجة كتير واخواتي بيلعبوا كرة وراء وفيه ناس شغالة في العجرات وما حد يشتعب معنا انا وبيه بس يتعب دلوقت الحج توفى كيف نقسم الميراث نقوله من شارك اباه برأس مال او شارك بمجهود قبل الميراث يجب ان ياخد نصيبه كشريك بنشوف هو نطلع العربية الاصلية اللي بيعتبوه ونشوف اللي اتعامل الجديد كله ونشوف هو اشترك معابوده بنسبة قد ايه بنسبة الاهل الخبرة قاله نص ونص يبقى نص مكاسب غير العربية الاساسية بقى نص المكاسب دي بتاعته قاله 20% على الولد يبقى 20% حسب اهل الخبرة المهم بياخد نصيبه كشريك الاول ويطلع به ولا يكون نص المكاسب كلها ويرجع يخش مع اخواته يأسم البيع قال المسلم اذا جاء من ازدى اليكم معروفا فكافئوه اني حرمت الظلم على نفسي وجعلتها بينكم محرما كل قولي هذا واستغفالي ولكم لتعرف التفاصيل والادلة وتحقيقها ننصحك باقتناء هذا الكتاب فانه ثروة ففيه كل ما تحتاجه لاتقان فقه البيوع والمعاملات المالية وهو بسعر التكلفة اي بربع سعره قناة يوتيوب مدرسة احمد حسني سائل بياسل ابويا ادى اخي من خواتي خمسين الف جدي وما ادناش كلنا متى الهل اللي عامله ده حرام نقول له الياجوز للأب انه يدي ابنه ما يديش الابناء في اربع حالات اول حالة ان الابن لا يكون شغال معاه ويدا ينقص مار شغله شغل نتيجة شغله تاني حاجة ان يكون الابن دوت مسافر خارج مثلا وحط رأس مال فالرأس مال بتاعه كسب الخمسين الف دول فالأب اداله نتيجة ماله او يكون عنه يعمل عملية جراحية وتعبان ومريض فالأب بيصرف عليه عشان مرضه وفقره او يكون الاخوات جم مرة واحدة راضه ان ابوهم يديله مبلغ له وبعد كده راجعوا في كلامهم بده مرضه وهو اخد الفلوس خلاص دول الاربع حالات اللي ينفع الاب يدي ابنه ما يديش التالي طيب لو ما فيش الاربع حالات دولي بل قبض ظالم النبي صلى الله عليه وسلم قال للبشير قال اعدلوا بين ابنائكم ساووا بين ابنائكم طيب الحالة الحرام التانية ان يوزع التركة في حياته للذكر مثل حفظ الانساء حرام لازم يوزع التركة في حياته يوزعها في ذكر زي الانساء يبع عندنا اربع حالات ينفع يفاضل وحدتين ما ينفعش يفاضل كل قول هذا اصطفل لكم لتعرف التفاصيل والادلة وتحقيقها ننصحك باقتناء هذا الكتاب فانه ثروة ففيه كل ما تحتاجه لاتقان فقه البيوع والمعاملات المالية وهو بسعر التكلفة اي بربع سعره قناة يوتيوب مدرسة احمد حسني سائل بيسأل ابني عاق وبيكلمني بطريقة وحشة جدا وما بيسمعش كلام فانا جبت الاخوات وكلهم شؤة وعربيات وبقى اتكلهم احسن اكل وهو رميه بره بعيد عني وسيب يعاني مع الحياة عشان يرجع ويبقى بره بعيد كلام ده حرام ولا يجوز شرعا حرام عقاب الابن سيء الخلق بالفلوس فالنبي صلى الله عليه وسلم اتكلم على الابناء وقال في الحقوق المادية ساووا بين ابنائكم اعدلوا بين ابنائكم والنبي صلى الله عليه وسلم في الزوجات امر بالعدل في الفلوس والمريد ولم يأمر بالعدل في اي معاملة تاني فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قال اللهم هvere قسمي ف Lan فاخفر لي ما لا ادرك والنبي صلى الله عليه وسلم حرم فزاد ذات البي وانت ما بتعقبه بالفلوس بتخلي منهم فساد ذات البي والعدل تقرأ بعض ويمكن يقتروا بعض بسببك وبسبب ان انت بتعمل حرام العقاب بالمنع بالفلوس عقبه بالضرب عقبه بالاهانة عقبه بسوء المعاملة عقبه باي حاجة الا الفلوس لتعرف التفاصيل والأدلة وتحقيقها ننصحك باقتناء هذا الكتاب فإنه ثروة ففيه كل ما تحتاجه لإتقان فقه البيوع والمعاملات المالية وهو بسعر التكلفة أي بربع سعره ما حكم مقاطعة المنتجات اليهودية؟ أولاً ما فيش حاجة اسمها منتجات يهودية دي شركات عالمية زي شكل كيكولة وشكل مكدونالز دي شركات عالمية بتيجي الواحد مصري يروح هناك زي منصور شفال ليه مثلا زي سويروس ياخد العلامة التجارية ويعمل الشركات دي في مصر بعمالة مصرية ويكسب بعد ما يصفي مصاريفه كلها يكسب مليون جنيه يديهم 5% وهو ياخد البن ما فيش حاجة اسمها منتجات يهودية طيب المقاطعة بتاعت المنتجات اليهودية نوعية فيه مقاطعة مستحبة ومتقاطعة محرمة المقاطعة المستحبة ان احنا نقول مش عاوزين ادوات مكياج نشتريها ليه لانها كلها مستوردة من خالق انا مش عاوزين نشتري عربيات لانها مستوردة من خالق وناخد حاجات تانية مستوردة من الصين او روسيا مثلا يبقى انت كده ضريت الشركات دية ضرر جامد جدا وضريت امريكا ضرر جامد جدا دي مقاطعة مستحبة ونشط التجارة بتاعتك وحاميت البلد من احتياج للدورة المشكلة الكبيرة بقى المقاطعة المحرمة ان انا بقاطع شركة كوكولة بتاعت الوكيل المصري الوكيل المصري ده بقدم مساعدات لغزة المكدونالدز والوكيل المصري مقدموش مساعدات لليهود ده الوكيل اليهودي بتاع مكدونالدز هو اللي قدم لليهود فلا يجوز ان انا قاطع شركة كوكولة ومكدونالدز والشركات اللي بتصنع في مصر والعمال هم اللي يتخرب بيتهم ويترافدوا من الشغل لانه والشركة العالمية ما تقصرتش ليه ما تقصرتش عشان هي بتاعت خمسة في المية وخدتهم على حساب العمالين اتردوا كل قولي هذا واستغفر ديولا لتعرف التفاصيل والادلة وتحقيقها ننصحك باقتناء هذا الكتاب فانه ثروة ففيه كل ما تحتاجه لاتقان فقه البيوع والمعاملات المالية وهو بسعر التكلفة اي بربع سعره قناة يوتيوب مدرسة احمد حسني ما حكم دفع الفلوس لتاخراج رخصة يجوز دفع الفلوس في الرخصة نوعين اول نوع يجوز وده بشرطين اللي انت فعلا بتعرف تسوق كويس جدا ومن حقك تتطلع رخصة ثانيا ان انت معرفتش تطلعها نتيجة ان الناس ما بيطلعاش برشوة فانت اتطريت عشان تاخد حقك انك تدفع رشوة حاولت مرة واثنين وما اتطرقوا اتطريت النوع الثاني رشوة محرمة فاعلها ملعون ازاي انا ابني بيعرف في سوق مكسل اروح ابعته ويطلع رخصة اتصل بامين الشرطة خد يا ابني اخامة تلتمية وعملية جنيه وهاتل الرخصة يجيبه الرخصة لتعرف التفاصيل والادلة وتحقيقها ننصحك باقتناء هذا الكتاب فانه ثروة ففيه كل ما تحتاجه لاتقان فقه البيوع والمعاملات المالية وهو بسعر التكلفة اي بربع سعره قناة يوتيوب مدرسة احمد حسني سائد بيسأل انا بابني بيت جديد فجاري عاوز يخلي الطريق بثلاثة متر وانا عاوز اخليه خمسة متر ومتخلقين مع بعض الحكم الشرعي القضية دي النبي حكم فيها والنبي قال اذا اختلفتم في الطريق فجوعي لعرضه سبعة ازرع اذا اختلفتم في الطريق جوعي لعرضه سبعت ازرع يبقى سبعت ازرع ظرع TP 61 60 س يبقى سبعت ازرع يعانى اربعة ماتر ونص واحد وثين سمتي وثين ماتر永ع sistema 16 يعانى حواليا 4 ماتر نص اتفقتم على متليل ماشي اتفقتم على خمسين متر الماشي اختلفتم يبقى سبعة اربعة متر ونص لتعرف التفاصيل والأدلة وتحقيقها ننصحك باقتناء هذا الكتاب فإنه ثروة ففيه كل ما تحتاجه لإتقان فقه البيوع والمعاملات المالية وهو بسعر التكلفة أي بربع سعره قناة يوتيوب مدرسة أحمد حسني سائل بيسأل ما حكم أدفع فلوس لأحصل على أجازة مرضية في العمل يدفع الفلوس لأجازة مرضية نوعية مرة نوع بيجوز ونوع حرام وملعون النوع اللي يجوز أن أنت تكون مريض فعلا وحاولت تأخذ أجازة مرضية من التأمين أدولك الدنيا ومدك شو حاجة فأنت تطريد تدفع فلوس للممرض اللي هناك عشان يختمولك بختم المدير اللي هو المرتشي واروخر فهو فأنت مش ملعون وهما ملعونين وعليهم لعمة الله لأن الرسول قال لعن الله الرشي والمرتشي تاني نوع أن أنت تكون ملعون معاهم لو أنت ما كنتش مريض أو أن أنت كنت مريض وما حاولتش تأخذ الأجازة بالطريقة العادية تسرعت ودفعت الرشوة ساعتها أنت ملعون معاهم بقت راشي ومرتشي لعن الله الراشي والمرتشي لتعرف التفاصيل والأدلة وتحقيقها ننصحك باقتناء هذا الكتاب فإنه ثروة ففيه كل ما تحتاجه لإتقان فقه البيوع والمعاملات المالية وهو بسعر التكلفة أي بربع سعره قناة يوتيوب مدرسة أحمد حسني ما حكم طبيب بيكتب الدواء والدواء دوت لو تبع منه كمية بياخد نسبة وطبيب بيوجه المرضى بتوع لأنه ما عمل تحليل معين أو مركز أشاعة معين وبيقول لهم مش عابل غير الكلام ده عشان هو لنسبة عندهم طيب إيه الحكم الفلوس اللي بياخدها من شركة الأدوية ومن معمل التحليل ومركز سركبات الأسنان وإيه حكم الفلوس دي الفلوس دي ممكن تكون حلال وممكن تكون حرام إيه تكون حلال إن الدواء ده اللي كتبه فعلا المريض محتاجه والدواء ده أقل سعر ممكن لكن لو في دواء أكفأ منه أو أقل سعر منه يبقى ديه خيالة للأمانة أو الفلوس حرام تاني حاجة معمل التحليل رحله يكون مافيش معمل تحليل أحسن منه ومافيش أرخص منه لكن لو المعمل ده فيه أحسن منه وأرخص منه واجهر من إحدى المعمل ده عشان بياخد منه نسبة تبقى ديه خيالة للأمانة أو فلوس حرام لو الحاجات دي متوفرة يبقى الفلوس دي حلال لو الشرطين دون مش متوفرين المريض محتاج الخدمة ودي أحسن خدمة لو الشرطين دون متوفرين الفلوس حلال لو الشرطين مش متوفرين ويبقى ديه خدعة وظل وسرقة والدكتور ربنا مش عيبارك له وعيد فعل تامن غالي يوم القيامة والناس يدخل من الحسنات وحطها لتعرف التفاصيل والأدلة وتحقيقها ننصحك باقتناء هذا الكتاب فإنه ثروة ففيه كل ما تحتاجه لإتقان فقه البيوع والمعاملات المالية وهو بسعر التكلفة أي بربع سعره قناة يوتيوب مدرسة أحمد حسني سائل بيسأل بيقول أنا دكتور وعندي عينات مجانية متوزعة علي هل يجوز أبيع العينات دي ومنذوب مبيعات بيقول أنا بوزع عينات مجانية فهم بتحتاج أدوية منها فبدها لها بوزع لخالتي وعمتي وممكن أبيعها إيه حكم بيع لك عينات المجانية بتاعة الأدوية وإيه حكم إهدائها أولا الطبيب يجوز له إن ياخد عينات مجانية ليختبرها قبل ما يكتبها للمريض يجوز ولكن لو بحها يبقى كده أخلى في الوعاد يجوز إن يبيعها ولكنه أخلى في الوعاد طب هو ما وعدش لا هو مجرد ما قبل الدواء اللي مكتوب عليه نص غير مخصص للبيع كأنه بيوعد ما ما يبيعش كأنه بيوعد لكن هو مش حرام أما المندوب بقى اللي تضمه والدخلته وبيع ده حرم عليه لأنه ده خلي الأمان هو ياخد الأدوية ده يوزحها مش يبيعها ولا يوزحها على خالته كل قول هذا واستغفر لي لتعرف التفاصيل والأدلة وتحقيقها ننصحك باقتناء هذا الكتاب فإنه ثروة ففيه كل ما تحتاجه لإتقان فقه البيوع والمعاملات المالية وهو بسعر التكلفة أي بربع سعره قناة يوتيوب مدرسة أحمد حسني نهاية الدراسة أحمد حسني عليك ستفوق